موسيقى 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 في 2018 زائد من في هذه المستوانيت يعني النسبة ديالة تزويج الطفلات على حسب نفس الإحصائيات وصلت لـ 9.13% من أصل عقود الزواج المبرامة بشكل عام الشيء اللي كيبيين أننا غادين لـ 10% وبالتالي المسألة ما بقيناش كنا نذهب على استثناء أضيف إلى ذلك أن الاستجابة ديال القضاء لهذا النوع ديال منزيجات استجابة كبيرة يعني حتى القضاء ما مستحضرش بأنه أمام مقتضيات قانونية استثنائية المفروض أنه يتعامل معها بهذا المبدأ ديال الاستثناء اللي كيبيين أنه منذ 2011 إلى 2018 استجاب القضاء لتزويج الطفلات بنيسبة 85% لو كنا كنت نتكلموا مثلا على الاستجابة ديال القضاء بواحد نسبة ديال 5% 10% 7% 8% نقدرون نقول بأننا أمام استثناء كي يجيه 1% ديال الطلبات كي يستجب فيها 5%, 6%, 7%, 10% لما كنت نتكلموا على الاستجابة اللي وصلت إلى 85% فإحنا كنت نتكلموا يعني ما بقوا له المية في المية يعني بحالة إلينا أمام قاعدة ما بقيناش كنت نتكلموا على استثناء وبالناظر كذلك يعني بالآطار الوخيمة جدا ديالها الظاهرة على الطفلات على الأسرة وعلى الموج جامع فيعني كي ينآطار نفسية كي ينآطار صحية أثار صحية مثلا يعني وزارة الصحة كتقول بأن الحمل قبل من 18 سنة يعني كي يعتبر كي يشكل خطر على هالطفلة اللي اللي غادي تحمل وغادي تولد قبل من 18 سنة يعني هذا من المخاطر الصحية كي ينآطار يعني سلبية على المستوى السوسي اقتصادي يعني مستوى السوسي اقتصادي يعني هالتزوج ديال القاسيرات كي ينتج لنا واحد الفتاة واحد المرأة يعني فوضعية هشة السوسي اقتصادية هشة خاصة وأن الفئة العريضة اللي كتزوج هي اللي كيتراوح عمرها ما بين 15 و 17 سنة 99 بالمئة ديال الطفلات اللي كيتم تزوجهم السن ديالهم كيتراوح ما بين 15 و 17 سنة ماذا يعني هذا؟ 15 سنة كتعني أن الطفلة إذا كانت كتتمدرس كتكون يلا سالة الإعدادي يعني المفروض أنها تدوز لمستوى التناوي يعني تطور ذاتها شخصيتها فكريا وضعها الاجتماعي ووضعها الاقتصادي كنجيو احنا كنديروا لها سطوب لمصر ديالها المستقبل الحلم يعني الواحد الأمل أمام المستقبل أنها تنفتح عليه والطور ذاتها والطور بلادها كنقول لها سطوب غا ندخلوها البيت الزوجية كربة بيت وما لي ذلك من آثار كذلك من بعده كين طلاق كين ترمون ممكن تقول لي تطلقوا الترمون لكي تطلقوا وترملوحت الناس لي ماشي قفلات تطلقوا القاصرات ولكن الوضع يختلف لأنه إلا الترملات أو التطلقات وحدة ماشي قاصرة ولي عندها تمكين اقتصادي وعندها عمل ماشي هي طفلة لي زوجناها أصلا قصرا ما عندهاش عمل يعني غا ترجاغتوا لحتها هي هي والأطفال اللي جايبوا معها عبأن كذلك على الأسرة وعلى المجتمع يعني هادو مجموعة من الآثار طبعا لما كتمش فقط طفلة كتمش كذلك المجمع ويعني بالنظر يعني عدم مساهمة هاد الفئة العريضة من الطفلات الـ 200 ديال البلاد علما أنه يعني الأهداف يعني من الأهداف ديال الـ 200 المستدامة ديال 2030 هو منع تزويج ألقى سيارات هادو مجموعة من الأسباب كذلك من الأمور الأساسية اللي دفعتنا يعني اللي شجعتنا أننا في ضل دستور متقدم جدا على مستوى الحقوق والحريات دستور 2011 تقدم بسنوات ضوئية على مدوانات الأسرة اللي كانت اللي جات في 2004 مجموعة عمل لمقتضايات اليوم في مدوانات الأسرة ماشي فقط على هذا المستوى تتعارض مع دستور المملكة ومع الاتفاقيات الدولية اللي صادقة لها المغرب دستور المملكة يعني يقول بتشبوت المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارفة عليها عالميا كمنظومة متكاملة غير قابلة للجزئ ضمن واحد يعني كيدعو إلى ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاعتبار الاجتماعي للأطفال على قدم المساوات جرم التمييز هذه المقتضاية في مدوانات الأسرة بمثابة تمييز ضد الطفلات بمثابة عنف ضد الطفلات للأسف ما كتحميش الطفلات لا نفسيا ولا صحيا ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا لذلك كان اعتبره بأن هذا أنا الأولى أننا نوقفوه النازيف كان اعتبره في المجموعة النيابية تقدمه الشركية النازيف نازيف حاد انتهاك لحقوق الطفل وجب وقفه احنا تقدمنا بهذه المبادرة الشرعية البرلمانية ونؤكد بأن المدخل القانوني رغم أهميته يظل غير كافي لمعالجة مختلف الظواهر ما بالو كظاهرة معقدة مركبة يعني عندها أسباب متداخلة ومعقدة وعندها كذلك نتائج وآطار سلبية وتنتج كذلك مجموعة من الآطار الأخرى على هذا المستوى لذلك احنا تقدمنا بهذه المقترح المقترح كانت منه أكيد غادينا بطول تتصل بعمل جموعة من الفيرق اللي كانت قاسمنا نفس الهم الحقوقي الدفاع لحقوق الطفل أكيد غادي يتم تنساق معها من أجل يعني دعم المقترح دينا كانت منه أن الحكومة تقوم يعني بأولا من جهة تفاعل إيجابي مع المقترح بالنظر أنه ضرورة مليحة لأنه مطلب مججمعي ودوالي يعني حتى الواحد العدد ديالاليات اللي كتوجه المغرب من أجل وضع حد لتزوج الطفلات تقارير وطنية رسمية المجلس الوطني المجلس الاقتصادي والاجتماعي كيقول يعني بدرورة نصخ هذه المواد مجموعة من تقارير نقاش عمومي وصل حد التخمة ولكن الملف لم يتحل حل للأسف والواقع ما زال واقع ما يمكنش لأننا غاد نقولوا مسألة تقافة تسمناه التغير ديال ثقافة المجتمع القانون عنده تدور في تغير ثقافة المجتمع لكننا غانت تسمناه تغير ثقافة المجتمع نجيبوا إحنا القانون وش غانت ديروا إحنا ديك تتعب القانون قد تكون صافة تغيرة ثقافة المجتمع يعني هذا علاش الحكومة أولا كانت منها أنت تفعل إيجابا ولكن كذلك عليها مسؤولية وتحمل مسؤوليتها أنها توضع سياسات عمومية ناجعة على المستوى الجماعي والاقتصادي من أجل محاربة الهاشاشة اللي كتعتبر من بين أهم الأسباب الهاشاشة والفقر اللي كيدفعوا يعني بهذا الضاهرة ويجعلوا المتشار ديالها لأن الأسرة أي أسرة إذا كان عندها إمكانيات مادية ومستوها المعيشية لا أعتقد بأنها ستخرج بليداتها وبنياتها من المدرسة باش أنها تزوجهم وبالتالي الحكومة كذلك ستحمل مسؤوليتها وكذلك جميع الفاعلين اللي عندهم غيرها على هذه البلاد من خيلال يعني التعبيئة والتوعية والتحسيس على مستوى الإعلام على مستوى المجتمع المدني والأسرة كذلك تحمل جزء من المسؤولية أنها تحمي بنياتها من هذا الزواج يعني القصري اللي كي ينتهك مجموعة من الحقوق ديالهم لأساس يعلى قدم المساواة مع باقي الأطفال ترجمة نانسي قنقر